على الرغم من اتفاق شركاء العملية السياسية على طرح اسم محمد الشيع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة إلا أن ذلك لا يعني بالمرة نهاية الأزمة السياسية التي تصطف إلى جانب طابور طويل من الأزمات التي تعصف بالعراق تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أكد أن تأخر البرلمان في تشكيل الحكومة الجديدة لأكثر من عشرة أشهر أمر غير مستغرب بالنسبة للأوضاع السياسية في العراق مشيرا إلى أن هذا الشلل المزمن خلف فراغا للسلطة وأدى إلى ديمومة عدم الاستقرار في البلاد وتحدث التقرير عن استياء شعبي منتزايد انتجاه فشل الكتل السياسية في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي يعيشها البلد فضلا عن تبعات التغير المناخي والجفاف ما يجعل من الوارد جدا حدوث اضطرابات أخرى خاصة وأن أتباع مقتدى الصدر يستعدون لموجة جديدة من الاحتجاجات في الشارع وأشار التقرير الأوروبي إلى أن المشكلة الرئيسة بالنسبة لصناع القرار الأوروبيين ستكون في نوعية رئيس الوزراء الذي سيقود الحكومة الجديدة إذ ستكون في موقف صعب نسبي للعمل مع رئيس وزراء مرشح من طرف سياسي على صلة وثيقة بإيران ويتبنى أفكارا متشددة ونوه التقرير بأن البلدان الأوروبية التي تسعى للعمل مع العراق بشأن قضايا مشتركة خصوصا القضايا الأمنية عليها الآن أن تتعامل ليس فقط مع حكومة معطلة بل مع دولة تتعرض شرعيتها للزوال بسبب سلسلة من حكومات التوافق الهشة التي يكون فيها المرشح لرئاسة الحكومة مدفوعا بسياسات الأحزاب الحاكمة وبيّن أن كثير من العراقيين سائموا من فساد وسوء إدارة أحزاب سياسية لا هم لها سوى الحفاظ على مصالحها ونفوذها في بلد يشك على الانهيار